اليوم الخامس لفرض حظر التجوال في العاصمة بغداد بسبب تداعية فيروس كورونا ووصوله إلى العراق الغرض الأساس من فرض هذا الحظر هو لاحتواء الأزمة وعدم تفشيها بين المواطنين إلا أن أعداد المصابين تتزايد في كل يوم والأمر عائد لسببين الأول هو عدم التزام الأهالي بتوجيهات خلية الأزمة ووزير الصحة العراقي بضرورة البقاء في المنازل والسبب الآخر هو أداء مراسيم زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام من قبل عدد من المواطنين على الرغم من تحريم أدائها في هذا الوقت من قبل المرجعية الدينية في النجف فكانت نتيجة ذلك ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 233 مصابا والوفيات منهم 20 وحالة الشفاء 57 بحسب وزارة الصحة العراقية هذا رقم قابل للإزدياد إن لم يكن المواطن العراقي على دراية كاملة بخطورة الموقف والتوجه صوب تأديته ليواجبه بالالتزام بالتوصيات والضوابط أصادر من الهيئات المختصة بهذا المجال سواء أكانت وزارة الصحة أو خلية الأزمة والتي أصدرت قرارا بتمديد حضر التجوال إلى يوم السبت المقبل الكوادر الطبية في المستشفيات العراقية مستمرة في استنفارها التام لكوادرها الطبية في مراقبة الحالة الصحية للراقدين في الحجر الصحي للحد من تفاقم الحالة الصحية لديهم ومحاولة معالجتهم بالعقاقير المتوفرة على الرغم من عدم وجود علاج لهذا الفيروس في جميع بلدان العالم من بغداد محمد فراس قناة التغيير